لما نشوف شكل منتخب مصر كابتن يهاب جلال على المستوى الشخصي واحد من الناس اللي أنا بحترمها لكن مليون علامة استفهام على اختيار الكابتن يهاب جلال إزاي تم اختيار الكابتن يهاب جلال لما يكون السيد جمال علام رئيس الاتحاد بينادي المسؤول المالي عندك دولورات يقول له لا ما عنديش طب نجي مدرب مصري هو منتخب مصر بيتم الاختيار بالشكل ده علشان ما عنديش فلوس اراح اجيب مدرب مصري بالشكل ده حاجة تانية وانا بختار النهاردة القصص بتاعتي والمعايير اللي انا بختار عليها مدرب كابتن يهاب جلال هل النهاردة حقق انجازات في الكرة المصرية هل الكابتن يهاب جلال كان ليه بصمة في الاندية اللي مسكة علشان يتم اختياره طب لما نرجع للماضي ونشوف الكابتن حسن شحاته في 2005 وهو بيتم اختياره وبعدها بنحق انجازات 2006-2008-2010 كابتن حسن شحاته وقتها كان مدرب في الخسم التاني وقتها كان مدرب في الخسم التاني كان مسك المورين العرب بيكسب كاس مصر من نادي الاهلي بيكسب السوبر المصري من نادي الزمالك وقبلها كان موجود مع منتخب مصر بحق بطولة افريقيا للشباب وقبلها كان بيصعد اندية للدوري الدوري الممتاز من الخسم التاني وتم عمل منتخب مصر تكوين الجهاز الفني من الكابتن شاوي غريب مساعد وكان ليه باع طويل وفترة طويلة مع الكابتن حسن شحاته هو ده الاختيار لما اختار مدرب لمنتخب مصر هي دي المعايير علشان نصلح في الكرة المصرية لازم يكون عندنا دوري منتظم لازم يكون عندنا عدد فرق اقل من 18 فريق الموجودين في الدوري المصري النهاردة عامين نسكن مطشاط في مواعيد اجهاد وارهاق للعيبة وبنتكلم النهاردة على مباريات وعملين نحشي في جدول الدوري الممتاز لو احنا عايزين نصلح لازم نصلح القاعدة من تحت قاعدة الناشئين ننمص شوية لمسابقات الناشئين يا ترى المسابقات دي هتطلعين لعيبة ولا مش هتطلعين لعيبة تفيد منتخب مصر يا ترى عندنا منظومة الحكام منظومة بيحترمها اللاعب المصري والمدير الفن اللي قاعد هو ده التحاد الكرة اللي خب الجواب هو ده التحاد الكرة اللي خب الجواب وللأسف ما طلعش حتى عنده اعتزارة او ثقافة الاعتزار يعتزر للنادي الاهلي لا كان بدأ يتكلم ويقولك النادي الاهلي هو اللي غلطان للأسف هو ده التحاد الكرة اللاعب المصري